يعني حدريك بتتكلم عن 40 سنة طب البعض بيقول أن هناك مثلا فيه آيات في القرآن كثيرة تفسيرها يعود إلى 8900 سنة فاته ألا تستحق منا نظرة أخرى صحيح على اعتبار أنه نص مقدس صالح لكل زمان ومكان أنا أعجب أنه الإيمان الشديد بأنه الإسلام صالح لكل مكان وزمان بينما هم شلين فهمه لسنة 855 ميلادية بوفاة ابن حنبل يعني هل يعقى الأمة إسلامية بمليارات البشر متجددين عبر ألف وتقريبا 500 سنة فقط توقفوا من قرابة ألف سنة ولا 900 سنة توقفوا عن التفكير وعملوا لديهم مذهب جديد يستطيع تقديمه للحياة بكل ما استجد فيها هل معقولة تفسيراتنا للقرآن الكريم تنتهي إلى بضعة تفسيرات على مدى الخمسمائة سنة اللي فاتوا اللي يتصدى للتفسير سيد قض يبقى أحدث تفسير بالنسبة لنا هو سيد قض هل معقولة أنه ما اعتادوا الناس وتعرفوا عليه من ألف سنة هو ما يجري الآن ويستمر الآن ما الصالح لكل زيانه وكان ازاي وبعدين في الأصل أي دين هو صالح لكل زيانه وما كان ما المسيحية صالحة لكل زيانه وما كان ما هي موجودة هي ما اليهودية قبلها موجودة لغاية دلوقتي وفي دين اختفى إنما الفكرة أن الأفهام بتتغير الأفهام يدخل عليها عصرها ويحصل إنتاج وتجديد إنما ما يحدث الآن هو محاولة إعادة إنتاج الماضي بصياغات تقليدية وبليدة في الغالب ثم فرضها على الآخرين ومصدرة أي نوع من أنواع الاجتهاد في أي مجال وده أمر شديد يعني مؤلم لأنه أنا يعني مثلا دكتورة دورية مخطوطات صنعاء تلك المخطوطات التي اكتشفت سقوط أحد حوائط الجامع الكبير في صنعاء في أعتقد 72 أو 1974 المخطوطات التي اكتشفنا أنها أقدم مخطوطات كتب عليها ودون عليها آيات القليل كريم هل يوجد جامعة واحدة مصرية أظهر أو غيرها أو جامعة واحدة عربية تدرس هذه المخطوطات بتدرس برها بتدرس في الوطر العرب هل إحنا عندنا يعني كثير ما يعرفوش أساساً اللي تم اكتشافها بالضبط وما أنت جيته وإيه اللي فيها ومقرنته بالنسك اللي معانا وإيه اللي خلال هل هل لدينا في مكتبة الأذر الشريف رسائل علمية عن أقدم مخطوط للقرآن سواء اللي موجود في مصر أو موجود في اسطنبول أو موجود في ألمانيا إحنا أصاد إحنا بننقل من الكتب الأديمة وننقل من الكتب الأديمة دونما أن نقرأ بشكل مختلف ونحن في مواجهة عصر مختلف بمعطيات مختلفة يعني هما طول الوقت يقول لك أن التطور التكنولوجي يا جماعة أيها العلوم التطبيقية تطورت جدا في كل حق الدنيا لكن كمان العلوم الإنسانية تطورت يعني علم النفس الذي يدرس الآن وعلم اللغة الذي يدرس الآن في الغرب ليس علم اللغة ولا علم الاجتماع الذي كان يدرس من 50 سنة ولا من 100 سنة إنما إحنا كأننا في حالة شلل أمام الفضارة هذا التشبث بالماضي لماذا؟ لأنه يجلب مصلحة للمتشبث أنا لا أعرف إلا هذا لا أؤمن إلا بهذا ده من جهة الجهة المتشبثة لكن المجتمع يعني لماذا؟ الصياغة العربية عموما لأي تغيير قلقة تجاه أي تغيير الثقافة العربية ثقافة بتتبع ثقافة إبقاء واستمرار الحال على ما هو عليه مش تغيير وتثوير وتجديد فطول الوقت في حالة شكراً بنسمي نفسنا المجتمعات المخافظة المجتمعات التقليدي لا يمكن أن توصف المجتمعات العربية والمصرية منها بطبعات الحال في أي دراسة اجتماعية في أي مكان في العالم إلا بأنها مجتمعات مخافظة مجتمعات تقليدية المجتمعات المخافظة التي تريد أن تخافظ على ما هو موجود على ما هو عليه المجتمعات التقدمية هي اللي بتتقدم للأمام وبتغير فيما هو مخافظ عليه وده الفرق الكبير اللي بيخليش عندنا مخترعين ليه إحنا ما سألناش نفسنا ليه ما عندناش مكتشفين ليه ما عندناش مخترعين ليه ما عندناش ناس عملوا اختراعات حديثة ليه ما عندناش ناس اكتشفوا في الفضاء شيء مختلف عملون لأدوية جديد ليه؟ ليه إحنا مجتمعات مخافظة مش مجتمعات بتاعة التجديد والتغيير والتطوير بس البعض ممكن يسأل حضرتك يقولك ايه مثلا داخل علوم الفضاء بالفكر الديني ما الذي يمنع عالم فضاء انه يكتشف عوالم اخرى وهو معه او ضد الفكر الديني ايه اللي يمنعه؟ ما فيش منع خاص به هو اكتشف فضاء يعني حتى لو ما يجي نوعا نتكلم احنا ونقول دكتور فرور الباز ده اكتشفه هناك مش هنا تكلم على المجتمعات دي مجتمعات نحنا مجتمعات محرضة على الابداع في كل المجالات العلمي التجريبي الديني يعني الفكر الديني المتشدد ممكن ان يكون عقبة ضد التطور العلمي؟ عقبة تامة عقبة كارثية لانه هو بيمنع طرح الاسئلة مش البحث عن الاجوبة حتى ومعطل البحث العلمي يعني احنا نحن نكلم على خلق القرآن القرآن مخلوقا لا ازلي القصة القديمة من ايام المأمون هل يمكن ان يعطر حها الام بمنحة مختلف؟ هل انا احتكم اليكم في عنوين مكتبة رسالة الماجستير والدكتوران للأظهر الشريف ان وجدتم شيئا لا اي علاقة بالعصر فانا مدين بالاعتذار كل ما هو اعادة انتاج هتلاقيه فيه هذه الدراسات ورسالات يعني البحث فيه ما مضى البحث فيه ما مضى عما هو مبحوث فيه ما مضى يعني اقول لي حضرتك حاجة احنا عندنا شيء شهير جدا بيتدرس في القصر احنا بنتدرس بنتدرس حاجة حواشي على هوامش على متن يعني فيه كتب عندنا بتدرس الملاحظات اللي اتقالت على هوامش كتاب اتكتب يعني احنا بنتدرس الكتاب احنا بنتدرس الحواش اللي عليه يعني احنا قصاد مشهد اقبل بانه الترس يحترم بطبيعة الحال لانه هو ترس ولانه فاسده وطيبه يبقى مجال دراسة وقراية وعناية ده شيء مهم جدا لكن ما بيبقى مجال تقديس ولا مجال ندفل نفسنا فيه الحضرين بتسأليني ليه احنا ما بنجددش هو السؤال نحن لا نجدد في كل شيء في مجتمعاتنا وكأننا محلك سر عشان لم نجدد في الفكر الديني كل شيء يبدأ وينتهى بالاصلاح الديني وده امر لا اقوله انا ولا اتمنى انا فقط بل تمنى اسزة الاسزة عملقة العمالقة زي امامنا العظيم محمد عبدو واعتبر الشيخ محمد عبدو انه هو الاصلاح الديني مقدم على الاصلاح السياسي الغرض هنا دكتورة درية اللي بقول عليه انه هنا في حال التكلس فكري في حال التكدس تراثي احنا مش بنعمل ما هو لصالح المستقبل ولا التقدم ترجمة نانسي قنقر